مسؤولة أممية كبيرة في الرياض لإصلاح ما أفسده غريفتس منذ الاثنين ستشغل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو واجهة الاهتمام العام في اليمن في إطار مهمة تهدف إلى إعادة بناء ما تهدم من جدار الثقة بين الحكومة والمنظمة الدولية وبحسب مصادر مطلعة فإن لقاءات وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستركز على مناقشة التجاوزات التي ارتكبها غريفتس من وجهة نظر الحكومة ومراجعتها وستحاول كذلك تقديم الضمانات من الأمان العام للأمم المتحدة بعدم تكرار تلك التجاوزات بعد أن منحت الحكومة المبعوث الأممي فرصة أخيرة لمواصلة مهمته كوسيط محايد زيارة المسؤولة الأممية تمثل بنظر المراقبين خطوة مهمة ضمن جهود إعادة بناء الثقة هذه بين الحكومة والأمم المتحدة فيما تنظر الحكومة لزيارة كهذه بعين الأمل بأن تسهم في تصحيح أخطاء غريفتس وتصحيح مسار عمله ومهمته في اليمن على نحو ما نقل عن الناطق باسم الحكومة راجح بادي بادي أوضح أن المواقف الأخيرة لغريفتس فيما يتعلق بمسرحية الانسحاب من موانئ الحديدة والتساهل المستمر من قبله تجاه تعنط الحوتيين ومراوغاتهم أعاقت المسار السياسي الهادف لإحلال سلام شامل ودائم في اليمن بحسب ما نقل عن المتحدث باسم الحكومة وشدد بادي على أن مواقف الحكومة واضحة وثابتة تجاه عملية السلام وفقا للمرجعية الثلاث يأتي ذلك فيما جدد مجلس النواب مطالبه للحكومة بوقف التعاطي مع المبعوث الأممي مارتين غريفتس حتى يلتزم بقرارات مجلس الأمن وهي تقيد بمرجعية الحل السياسي المتفق عليها لكن مجلس الأمن لا يزال على موقفه الداعم لمهمة المبعوث الأممي على نحو ما كشفت عنه مسودة بيان أعدتها بريطانيا ووضعتها تحت الإجراء الصامت وجاء فيها تأكيد من أعضاء مجلس الأمن على دعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن ومناشدتهم الأطراف بالانخراط البناء والمستمر مع المبعوث الخاص وبحسب مسودة البيان فإن أعضاء مجلس الأمن ينظرون بعين إيجابية إلى ما وصفوه بالتقدم الأولي الذي أحرزته الأطراف نحو تطبيق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة وجددوا مناشدتهم الأطراف للاستمرار في التطبيق الأوسع لاتفاق السوكولم بما في ذلك إظهار الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر